بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور أحمد صلاح إن شاء الله النهاردة هنبدأ ناخد محاضرة لذيذة جدا و أنا عارف أن أنتم مسترخي منها لكن هي المحاضرة سهلة بحتاجة بس تركز معايا وتفهم أنا بقول إيه إحنا نتكلم عن الجوينت يعني إيه جوينت يعني إيه مفاصل مفاصل يعني إيه مفاصل يعني عضمتين قبلوا بعض فتمفصلوا فعضمة هتتحرك على العضمة التانية فيعملوا مفصل فيقول لي إن الجوينت الجوينت تعبر عن جونجشن جونجشن يعني إيه وصلة أرتكيوليشن يعني إيه أرتكيوليشن يعني تمفصل بين مين بقى تو أرموربور يا عضمة قبلت عضمة يا عضمتين قبل عضمة يا شوية عضمة قبل بعضه مو منهم في عضمة هيقبل عضمة فيتحركوا على بعض فيعملوا جوينت على حسب تكوين هذا الجوينت هنقسمه على حسب الحركة اللي بيقوم بها هذا الجوينت هنقسمه فيبدأ المحاضرة كلها عبارة عن الطيب أو في الجوينت فأول حاجة بالنسبة لي التركيب إيه المادة المكونة لهذا التمفصل فيقولي على حسب الفورم على حسب المادة المكونة في عندي جوينت بتتكون من فيبرس تيشو فسمتها فيبرس جوينت في جوينت بتتكون من كارتلج تيشو كونك تفتشو فسمتها كارتلجينس جوينت وفي جوينت بتتكون من سائل سائل اسمه الساينوفيال فيليود فسمتها ساينوفيال جوينت بس هي دي المحاضرة وبعدين وبعدين هقول لك التيب التيب أوف الجوينت أكوردينج تو أكوردينج تو الموفمنت هنتكلم عن أنهي نوع السينوفيال أبو سائل زلالي ده بتحرك إزاي في منه كم نوع يقول لك والله لو بتحرك في محور واحد يبقى نوع كذا بتحرك في محورين يبقى نوع كذا وهكذا وبعد كده المحاضرة خلصت هي دي المحاضرة بتاعتها الجوينت صفحتي طيب اول صفحة معي. اول صفحة معي. ايه انواع الجوينت يا دكتور? قال لي على حسب المادة المكونة. زي ما قلت اول نوع معي اللي هو الفايبرس جوين. ايه المادة اللي بين الاتنين بون هيقابله بعض. مين البادة بقى اللي في النص? قال لي المادة اللي في النص دي عبارة عن فايبرس جوين. فسميته فايبرس جوين. كلام جميل. يبقى البون are connected by intervening. يعني مادة تتخلل. او مادة متخللة. يعني ايه متخللة? يعني حدودها في مخلل? لا. متخللة يعني في مسافة وهي تخللتها. فقعدت فيها يعني. طيب ايه الامثلة اللي في الجسم او الامثلة اللي عرفها على الفايبرس جوينت? امسك اللي سقل بتاعتك. الجمجومة دي عضمة واحدة ولا عضمتين ولا ثلاث عضمات ولا خمستاشر عضمة? قال لي لا. الجمجومة دي يا دكتور عضمة واحدة. لا. ده هي دلوقتي عضمة واحدة. لكن وانت جنين نازل من بطن امك ما كانتش عضمة واحدة. عمال. كانت كز عضمة. متصلين ببعض. بحاجة اسمها سوتشر. لما اجاب بص في الصورة اللي قدامي داية. هلاقي دهيبون ودهيبون ودهيبون. بينهم شاق هنا هو. وشاق هنا هو. وشاق تحت هوا. الشقوق دي. الشقوق دي فيها ايه? اللي فيها فيها فيبرستيشو. خيوط من الفايبر ربطة البون ده بالبون ده. يقولك الفايبرستيشو دي. لا تسمح بنو موفمينت. مفيش فيها حركة. انا بقولك بقى ايه? الخصائص عشان انت تبقى فاكرها. وتلزقها في دماغك. الخصائص بتاعت الفايبرستيشو دي داية مفيش حركة. هو البونس بتاعت الجمجمة بتاعتك بتتحرك على بعض. يعني اقولك رفع الجمجمة نزل الجمجمة هتتحركها حتى لو طفل. لا مش يحصل. والفايبرستيشو دي بمرور الوقت بحصل لها استفكيشن. استفكيشن يعني تعزم. فبمرور الوقت بتتعزم علشان تصبح الجمجمة بالشكل اللي انت شايفه ده. نشفة كلها حتة واحدة. كل العظم لازق ببعضه كأنه عظمية واحدة. فيقولك بتاعت الاسكال. دي فاوند بتوين البون اف زا فولت اف زا سكال. لما انت كنت جانين تربطت كلها ببعضها بتسمح بنو موفمينت وتعزمت حصل لها استفكيشن. فين تاني? السنة بتاعتك. السنة بتاعتك دي ايه? ما السنة بتاعتك دي كالسيوم. بون. طب. والعظم بتاع الماندبل هبون. طب. بون فبون. السنة بتاعتك بتتشار. هي السنة بتاعتك من جزء من العظم بتاع الماندبل. يعني لازقين فبعض لما بتجي تقطعها بتكسر عظم. لأ. ده عظمية وعظمية. قبلوا بعض. اللي بينهم دهو نسمي ايه? اللي بينهم دهو نسميه جومفوزيس. الجومفوزيس ده عبارة عن السكت. السكت. عظم الماندبل يبقى في حفرة. منحوطة كده. دي اسمها السكت. والروتو في التيس. والجزر بتاع التيس اللي هينزل يعود لي في الحفرة دي. الوصلة بينهم دهو اسمها جومفوزيس. يبقى يعني ايه جومفوزيس? ملهاش ترجمة. انت اسمك محمد. ترجم لي محمد. انت اسمك مايكل. ترجم لي مايكل. هترجمها ازاي دي. هو ده اسمي. فده اسم المفصل. فلما قولك جومفوزيس تفهم ان دهو المفصل اللي موجود ما بين السنة والسكت بتاعه. في الماندبل في الفك. تمام? طيب. عندي واحد تاني اسمه سينديس موزيس. السينديس موزيس ده. لكن السينديس موزيس ده عبارة عن انتر اوسياس منبرين. يعني ايه انتر اوسياس منبرين? في اليد بتاعتك اللي هو الفور ارم. اللي هو الساعة بتاعك دهو. لما تمسكه كده هو مكون من عضمتين. عضمة اسمها قلنة عضمة اسمها ريديس. طيب. انت بتعرف تبعد العضمتين دول عن بعض. يعني حد مثلا يقولك ايه? ما تشدل القلنة بتاعتك لبره وثبت الريديس زي ما هي? لا. العضمتين دول متصلين ببعض. بايه? بممبرين. وممبرين يعني غشاء. فهم مش لازقين في بعض. لا هو مجرد غشاء. طالع من العضمية دي. راح للعضمية دي. يعني لو جينا من فوق نبص. هنلاقي دي العضمية. كديرة دي العضمية. ودي العضمية اللي جنبها. انا اطحه مباسس عليها. وفيه زي خط كده واصله. لما اجابص من الجنب هلاقي بقى دي العضمية بتاعت اهي? والعضمية التانية بتاعت اهي? والخط ده اللي ماشي ده ده ماشي بطول العضمية. فهو ممبرين واصل بينهم كده. اسمي الممبرين ده ايه? انتر اوسياس ممبرين. نوع الجوينت ده ايه? ده فايبرس جوينت. ففيه فايبرس تشو ماشي من العضمية دي للعضمية دي. يبقى دي Vergleich عضمتين متقابلة تين? يبقى انتر اوسياس ممبرين. اسميه? اسمي سيندس موسيس. يبقى لما يا كيه السيندس موسيس موجود فيه انتو قل له ده انتر اوسياس ممبرين. موجود في القبار لمب بتون الردية والقلنة اللي هم ها عضمتين بتاع الفور ار. وموجود في اللوار لمب اللي هو الصبيبئة والفابلة اللي عضمتين بتاع الليج. يبقى تيبيا وفابلا ريدياس وقلنا يبقى لما يقولك الفايبرس جينت عبارة عن كم نوع تقولي فيه سوتشار بتاعت اللاسقال في الجومفوسس ده بتاع السنة وفي السندسموسس ده بتاع الريدياس والقلنا والتيبيا والفابلا من برين بيوصل العظم هل فيه موفمينت هنا؟ نو موفمينت حرك لسنتك حركة ازاي يبقى نو موفمينت تمام؟ وقابل للتعزم في السوتشار سبيتعزم في السندسموسس ما بيتعزم بيقولك قابل ممكن وممكن لا طيب نيجي للنوع الثاني الاسهل cartilaginous joint cartilaginous يعني ايه؟ يعني فيه cartilage يعني فيه cartilage موجود ما بين العظمتين العظمتين بيتصلوا ببعض بcartilaginous tissue طيب يقولك الكارتلجيتوش ده هوت منه نوعين نوع primary ونوع secondary نوع primary ونوع secondary الفرق يقولك ال primary نوع الكارتلج فيه highline cartilage secondary نوع الكارتلج فيه fibrocartilage التاني primary لا يسمح بالmovement اللو no movement يبقى زيه زي fibrocartilage طيب والsecondary limited movement limited movement يبقى ده الفرق بينه يبقى لو مقولك قرين لما بين primary cartilaginous joint والsecondary cartilaginous joint تقولي primary highline secondary fibrocartilage يبقى ده نوع الكارتلج الموجود نوع الغضروف الموجود طيب primary no movement secondary limited movement limited يعني محدودة يقولك السرعة النت في مصر limited محدود طيب الفايبرو cartilaginous joint قلنا تبقى hyaline cartilage موجودة في موجودة في اللي هو الابي فيزيال cartilage الابي فيزيال cartilage رابط لي الابي فيزيس اللي هو الطرف بتاع العضماية بالضيافزيس طب انت بتعرف تحرك الرأس من الشفت بتاعها لا ما بتعرفش يبقى الوصلة بينهم دي no movement cartilage لا يسمح بالحركة يبقى ده primary cartilaginous joint زي الابي فيزيال cartilage اسمه synchondrosis no movement طب بنسبة للسكندري لكن السكندري fibrocartilage fibrocartilage هنعارفه بقى الانتر فرتبرال ديسك اسمها symphysis اسمها symphysis دي بتسمح بlimited movement قالوا compression and detortion movement الكمبرشن هي limited movement ليه لان الفقرة فقو الفقرة بتحركوا حركة بسيطة قوي بس هم عشان كزا فقرة مع بعض فحركة دي وحركة دي وحركة دي وحركة دي وحركة دي فتقدر ان انت توطي وتقوم وتقف وتتني دهرك وتفرد دهرك يعني لو جبت لك كزا فقرة هم جنب بعض طيب هابدى ارسمهم بقى وهم متنيين اذا الفقرة الاولى الفقرة التانية بتتنى حاجة بسيطة خالص على الفقرة الاولى اهو واللي بعدها حاجة بسيطة خالص واللي بعدها حاجة بسيطة خالطة تلاقي الكيرف العام بتاعي حاجة بسيطة كتير لكن الكيرف بتاع الفكرة ذات نفسها صغير فالتجميع بقى فهو كلهم بقى جمعوا مع بعض يبقوا ايه حركة واسحة اللي ايه بتاعت العمود الفكري يبقى انا كده خدت نوعين من الكارت فايبرس نوعين من الجوين فايبرس جوينت قولت ده سوتشر وجومفوزس وسيندسموز سوتشر بتاعت السكال جومفوزس بتاعت التوس ما تقولش بقى السنة وما تقولش الجمجمة عود مخك يحفظ انجليزي لما تشوف سكال تجري على سوتشر لما تشوف التوس تجري على جومفوزس لما تشوف القلنة والرديوس التبية والفابلة تختار سيندسموز نوعهم فايبرس جوينت يعني ايه يعني البون متصلة بفايبرس تشو تم ذلك كارفيزيال بريماري كتف مقردان مثل إبافيزيال كارتلج أسلعني إجابة صحيحة منطقة الوضج منتقص يجبها صحيح برضو ما انا قلت لك التلات مناط طب السكندري السكندري فيبرو كارتليج موجود في الانتر فرتبرا ديسك اسمه سينفيزيس يسمع بيه شكرا دول خدسه طب نيجي للسينوفيا الجوينت يقول لك السينوفيا الجوينت ببقى العضمية جاية كده مقابل اختها العضمية التانية اللي جاية كده ادري راسمها عشان لو ما كانتش واضحة ما كنتش اخد بالي ان الفيديو متكبر دي عضمية هي ما قبل اختها العضمية الاخرى من فوقهم يقول لك هنسيب بينهم مسافة وبعدين خلينا نخرج براحتنا في الحرية هنا قادة عضمية هي قبلت عضمية هي يقول لك هنسيب بينهم مسافة وبعدين قال لي هنقوم جايين ممبرين ممبرين يعني ايه ممبرين غشاء ونقوم عاملين كده 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 وبعدين نقوم ممبرين ده الممبرين ده اسمه ساينوفيا الممبرين له القدرة على تكوين سائل ترشيح سائل هنا كده ترشيح سائل هنا كده وقال لي لأ هنقوم رايح جايب جايب من الناحياتي من الناحياتي كارتليج اللي هو الارتيكولار كارتليج يلف حوالين البونده وبعدين اجيب فيبرس كابسول قوي وهم جايبه من هنا وهم جايبه من هنا عشان اغلى في الكلام ده بقى يبقى ايه قوي المادة دي متصربش برا ويبقى هو ده الساينوفيا الايه جوين طب حرق لي بقى العظمية دي على العظمية دي يا السلام يا السلام انت جيت في جمل ده ايه ده اللاو wide range of movement ده انت هتحرك زي ما انت عايز مفيش اي مشكلة معايا تمام عادي خالص خد راحتك فيقولك الساينوفيا الجوينت دي جوينت are connected by cavity تجويف تجويف التجويف ده كنتين ايه ساينوفيا الفليود والساينوفيا الفليود ده طبعا حوالي الممبرين بتاعه وكل ده انكلوسد باي ايه فيبرس كابسول يا الكابسول اللي بتحوط الكلام ده كل نقف عند هزا الحد في الطيب اوف الجوينت وناخد موضوعين يقولك اللي structure of the intervertebral disc طب ما انا قلتها لك مش انا لسا قيلها في محاضرة البون اللي هي ايه اللي هي دايرة من بره اسمها انيولاس فيبروزاس والنص بتاعها مادة جيلاتينية اسمها نيوكلياس بالبوزاس يبقى قولك اوه consistence of central الكنضاد مادة جيلاتينية اسمها نيوكلياس بالبوزاس secunduca انيولار انيولار فايبر اسمه انيولار فايبروزاس نوع الانيولار فايبروزاس فايبرو كارتليج شاطر يبقى يعباره عن у penis القدار الخارجي اللي بيحط به بتاع الening addressing il ftd أو بتاع الكتعة دي الجدار الخارجي ده هو Fibrocartilage اسمه Anulus Fibrosis الجزء بقى اللي في النص ده مادة جيلاتينية سميتها Nucleus Fibrosis اه انا اسف Nucleus Balbozos تمام علشان تسمح بالايه بالليونة شويان وقلنا ان الغدروف واحد عنده الغدروف يعني ايه يعني ال Anulus Fibrosis بتاعته بازت فالNucleus Balbozos بازت فلما الNucleus Balbozos تبز تضغط على النرفات ياللي اصبعنا الكورزة نفسه يا برانشاته فتبدأ تعمللي الالم طيب ايه اللي ممكن اشوفها داخل Synovial Joint يا دكتور والله هلاقي الarticular bone العظم اللي مقابل بعضه وهلاقي الarticular cartilage اللي بيغطيلي التوسيرفس بتوع البون اللي بيقابله بعض عايزك تفتكر الرسمة بقى اهيه يبقى انا لقيت البون كلام جميل وبعدين يا دكتور هلاقي الarticular cartilage اللي بيغطي البون اللي يبقى كلام جميل قصوا لي كده اللي هو البون نفسي جده لقيته ماشي بعده قال لي هلاقي انا عايز بقى من جوا بقى هلاقي الساينوفيا الفلاود الله يقول لي colorless ليس له لون viscous يعني لازج شوية كده سيكريتة باي الساينوفيا الممبرين وظفته ايه لابريكيشن يسمح بالايه بالمنبرونة لابريكيت يعني يرطب او بيطري الاسم الدرج للابريكيت بيطري تمام وزا ما قلنا فلاود يبقى بتفرز منبرين يبقى حوالينه ساينوفيا الممبرين يقولك ده الانر سيرفس اوف الكابسول ما هي الكابسول رسمتها لك ايه من بره من جوه متبطنة بالبون اللي انا رسمته ده اللي هو اسمه اسمه الساينوفيا الممبرين اللي بيفرز لي الساينوفيا الفلاود فايقلك تلاقي ساينوفيا الممبرين على الانر سيرفس اوف كابسول ريفلكت توكافر الارديكولار بون هذا يش طبيعي هون جاي على الانر صيد بتاع الكابسول كده طيب وهيقبل تحت يعني هو نزل على الكابسول هاهو هيقبل تحت الارتيكولار جرت Sultan睡 ويمتلع التانية على الانر سيرفس اوف الكابسول ويقوم ريفلكت نزل التانى رفليكت يعني هيلف ورج لف ورج عشان يغطي الارتيكولار كارتلج طب ما هو ده اللي بيحصل فعلي طب وبعدين يا دكتور قال لي رفليكت توكفر الارتيكولار كارتلج تل المرجن لحد النهاية بتاعتها وسيكريت السينوفيا الفلود كلام جميل طب والفايبر اسكابسول يقولك دي سيراوند الارتيكولار بوني بارت يجي من الجنب من هنا من الجنب من هنا يعمل لي بقى ايه الكبعة بتاعتي او الحدود بتاعتي طب بنسبة ليه الليجامنت يقولك الليجامنت دي الاربطة خد بالك خد بالك انت كده دعمت الدنيا طيب ما لو انا شدت البون دي الفوق وشدت البون دي لتحت الكلام ده كله هيتقطع هيتمزك يعني حتى الكابسول دوت علشان يحمي الممبرين ان الماء دي ما تخرجش فهو بيدعم الممبرين ان الماء دي ما تخرجش بره لكن مش ممكن البون ده يبعد عن بعضه اه ما تفلتش دي يقوم جاي هنا كده اربطة حتة ايه خيط حتة حبل رابط داف ده الخيط دوت يقولك انتو مش هتبعده عن بعض يبقى دي اسمها ايه اسمها الليجامنت فيقولك الليجامنت دي ekstra capsular او indra capsular ممكن تلاقي الليجامنت ماشي جوا كده او الليجامنت ماشي من برا الرجبه مثلا يقولك جاله روباط صليبي الصليبي ده رباط داخلي يقولك جاله بقى الروباط الخارجي في الرجبه تمام Bone الروباط الجانبي بتاع الرجبه ده اللي جاي من برا لكن الرباط الصاليبي ده اللي جوه الركبة فإنترا كابسولر أو إكسترا كابسولر الإكسترا كابسولر يقولي بروفايد أديشنال سابورت للكابسول وهي ماشي كده جنب الكابسول بتقوم قالي الكابسول تبص ده أنا هاجي أسندك كده علشان لو أنت نخيت أحفظك ما تقعش الورا تقعش البر الإنترا كابسولر بقى ده بيسابورت الجوينت المفصل لما يجي يتحرك المفصل دول يقولوا للتوبون أنت مش هتبعدوا عن بعض دخل أنت شالل في إيدك كيس طماطم تمام؟ مروح البيت كيس الطماطم ده أنت محمل شايله بإيديك إيديك رابطة عن طريق الرست جوينت اللي هو مفصل الرسغ بالفور أرم اللي هو الساعد وبعدين الساعد رابط فيه الهيومرس العدد بالقلبو وبعدين الهيومرس رابط فيه الحزام الصدري بقى اللي هي الاسكابولة والكلافكل بمين بالشولدر دخل بقى أنت شال كيس الطماطم وما فيش أربطة كل المفصل دي تشد معاك كيس الطماطم ياخد دراعك ويقع تمام؟ يبقى دي كده اللي ممكن نشوفه يبقى مقم أغمى ضيعيني كده وفاكر الرسم وأقول أن أنا عندي اتنين بون اللي اتنين بون أو البونس يعني اللي هي الارتيكولار بون بتغطيها بارتيكولار كارتلج ثم عندي الممبرين الصينوفي الممبرين وجوال فيلويد هيجي حواتهم من بره الكابسول يبقى فيبرس كابسول بعدين بره الكابسول بنلاقي اللي بيدعم يقى إما الليج من جوه الكابسول بتدعم الجوينت يقى إما الليج من بره الكابسول بتدعم لي الكابسول يبقى إكسترا أند اندرا كابسولار لجمين طيب الجزء التاني من المحاضرة إيه الكلاسيفيكيشن بتاع السينوفيال جوينت اللي هو والله السينوفيال جوينت according to the ability of movement أو الرينج of movement اللي هو مدى الحركة هنبدأ نقسمها إلى بلاين جوينت يوني أجزيال باي أجزيال مالتي أجزيال طيب أولاً يعني إيه بلاين وبعد كده نجي للأجزيال بلاين يعني جيليدنج بلاين يعني سطح وسطح بلاين يعني سطح بلاين جوينت يعني سطح وسطح هيتزحلقوا على بعض فيقول لي البيلاين جوينت دي فلات فلات يعني إيه فلات يعني إيه مبطط أملس فلات فلات articular surface اللي هو مينيمال جيليدنج موفمنت جليدنج موفمنت يعني خلينا نتزحلق على بعض شوية نروح ونيجي على بعض زي مين؟ زي الانتر كاربال جوينت تعالى ليه الرسط هتلاقي الكاربال بون تمانية واقفين جنب بعض بيروحوا ويجوا على بعض حركة بسيطة كده يتزحلقوا على بعض يبقى دي اسمها بلين جوينت بعد كده عندي أجزيل يعني أجزيل بقى يعني محور يعني أنا لو هعمل فليكشن يبقى أنا بكده بتحرك على محور لو أنا هعمل أبداكشن يبقى كده محور تاني نفس الجوينت يعني لو أنا هعمل روتايشن هلف دايرة كاملة يبقى ده محور تالت فليوني أجزيل يعني بيلف على محور واحد جوينت شغال محور واحد بس باي أجزيل يعني اتنين يبقى ده واحد ده اتنين طب والمالتي أجزيل أكتر من اتنين لما تقريبا هايبقوا تلاتة طيب الوان أجزيل أو اليوني أجزيل قال لي اليوني أجزيل يبقى أنا بشتغل على سنجل أكسس محور واحد عندي منه نوعين هنج وبيفوت ركز بقى الهنج ده مفصلت الباب الباب بعمليه بيفتح وبيقفل بيفتح وبيقفل زي الكوع القلبو ده هنج بيفتح ويقفل ده ترانسفيرس أكسس هترسم له واحد بالعرض وعمل يتحرك ويجي عليه يقفل عليه ويفتح عليه يبقى ده الهنج يبقى الهنج الباب اللي هو القلبو هل القلبو اللي هو كوعك بعمل أي حركة تانية هتقول لها دكتور بيسمح للساعد انه يلف لأ دي مفصل الساعد لكن الكوع ككوح تمسكه هتلاقيه ما بعملش غير فليكشن وإكسسنش بده هنج طيب في عندي البيفوت بيفوت بيفوت ده اللي هو اللونجتيودون الأجزس اللي هو انت هتتوقف محور كده هتلاقيه بيروح يمين وشمال على هذا المحور زي الرقبة بتاعتك الرقبة بتاعتك بتلف يمين وشمال هل بتعمل أي حاجة تانية هتقول لي لأ ده بتروح جنب لأ دي مفصل دي مفصل الرقبة اللي هي الغدريف اه والفكرات العزمية على بعض لكن انا بتكلم على حركة الجمجمة حركة الجمجمة على الرقبة جمجمة على الرقبة جمجمة على الرقبة داير ما يدور بس داير ما يدور يمين وشمال بتلوح يمين وشمال ده اسمه بيفوت البيفوت ده عبارة عن ايه أول فكرة معايا اسمها الأطلس أول فكرة عزمية اسمها الأطلس الأطلس دي بالضبط زي ما انت شايفها كده في الرسم لو كبرتلك شوية زي ما انت شايفها كده لها سطحة هوت زي مخدة هتشيل وزي مخدة هتشيل واللسقل الليها الجمجمة فيها عظمتين بيقوموا جايين قاعدين على المخدتين دول يبقى كده اللسقل تمركزت على هذا الاطلس وبعدين الاطلس تلاقي في خرم تلاقي في خرم هنا يجي الفقرة التانية بقى تقوم دخلة الصبع بتاحها او البروس بتاحها ده او البروسس بتاحها في الخرم ده فالاطلس تبدأ تتحرك على اللي تحتها داير ميدور يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال ليه اعمل صبعك خاتم وهت صبعك تاني دخله جوة الخاتم ده تلاقي الخاتم بيلف بعد يمين وشمال ما فيش فيها اي مشكلة دي لونجتودون الاجتس اسمها بيفوت زي الاطلانتو اجزي الجوين يبقى الاطلانتو اجزي الجوينت اللي هو بتوين الفقرة الاولى فيرتبرال 1 and vertebral 2 يجيب لك في الامسك يو لكن الجوينت بتوين فيرتبرال 1 and vertebral 2 is بيفوت is synovial is atlanto اجزي الجوينت المحور بتاعه لونجتودين انما الهنج اللي هو محور بتاعه ترانسفيرس كلام جميع طيب الراويند او موفمينت الراويند تو اكسس محورين بقى اللي هو البي اجزيال عندي 3 انواع ellipsoid saddle condyloid ellipsoid saddle condyloid اهم حاجة عندي في الجوينت ان انت تعرف المثال اهم حاجة عندي في الجوينت ان انت تعرف المثال لما اقول لك بيفوت ترد عليها تقولي atlanto اجزيال لما اقول لك هنج تقولي عليها البو طيب ellipsoid saddle condyloid ellipsoid ellipsoid يقولك radio carbal اللي هو مفصل الرست اللي هي عظمة الريدياس مع الcarbal bone اللي هو الخط ده اللي انا رسمه ده اللي هو اول التقاء في الرست اول التقاء في الرست ما بين الريدياس والcarbal bone بنسميه radio carbal joint radio carbal joint ده عامل ازاي يقولك convex في concave convex في concave ازاي كبر للمفصل هتلاقي هتلاقي الريدياس مع البون اللي اسمها articular disc اللي كان ببقى fiber carter اللي قدام القلنة بيعمله مع بعض concave cave يعني كهفي بقى ده اللي فيه الكهف فلما تيجي ترسم من الحرف بتاع الريدياس تلاقي نفسك بتدخل 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 وتطلع تاني ده عامل كده concave في كهفي جوه طيب انا عايز اعمل articulation اقوم جايب معايا convex واحد تطلع تاني لبر يومه داخلين في بعض يبقى الاليبسويد الاليبسويد convexity في concave واحد عامل convex واحد عامل concave دخل في بعض تعال اشوف بقى الكربل الكربل اهم 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 خارجين برزين لبر فبقى واحد concave داخل فيه واحد convex convex concave داخل فيه convex ده بنسميه ellipsoid الاليبسويد اللي هو radiocarbal هيعمل الريست بتاعك بعمل بحرك ايدك لفوق flexion بحرك لتحت extension بعمل adduction بعمل adduction ده الريست بتاعك اللي هو radiocarbal انا عارف ان انت ممكن تجي 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 تلاقي حركات تانية بالتم لان انت بتحرك انت بتحرك مفصل واحد انت بتحرك الريدي مع الكاربوميتا كاربل وحركة من الفلانجيس الموضوع معقد لكن انت بس فهم ان لو حطت ايدي على اول الريست اللي هو اخر ريديو اخر 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 الان هلاقي فعلا انت مفصل ده ما بعمل اكست تنش ادي اكسس يبقى ده الريديو كاربل ellipsoid اهم حاجة تعرفها convex مع convex convex مع concavity طب بنسبة للسادل يقول لك السادل concavo convex concavo convex عمل شبه حدوة الحصار او الحصار اللي هو الكاربوميتا كاربل اللي هو مين بقى الكاربوميتا كاربل اللي هو اللي هو اللي تحت ده مع اللي فوق ده اه نقاس اللي هم اللي تحت ده الميتا كاربل بون وده الكاربل الجزء اللي تحت ناحية يبقى اللي ناحية فوق في الرست ده اللي هو الريديو كاربل طب اللي ناحية تحت ما بين الكاربل والميتا كاربل ده اسمه سادل طب فكرته عاملة ازاي دلوقتي الحصان الحصان لما بتجي تقعد عليه السرج بتاعه عاملة ازاي السرج بتاع الحصان بيبقى نازل يمين ونازل شمال وفي نفس الوقت عامل لك من قدام وراء يعني هو كنفيكس وكنكيف وكنفيكس في نفس الوقت كنكيف وكنفيكس في نفس الوقت تعال كده نشوف بص كده الشكل اللي هو رسمه لك ده اللي انا جابه لك في الرسمة ده بص كده معي اللي حصل اللي حصل ان حدوة الحصان السرج بتاع الحصان اللي انا بيقعد عليه اولا بيبقى من قدام وراء عمل كده صح مش بتقع حط عليها قدام وحط عليها وراء واللي في النص نازل في نفس الوقت في نفس الوقت اللي جناب بتاعته اللي وقي من وشمال بتلاقي عاملة ازاي هتلاقي عاملة كده برضه فده كونكيف وكنفيكس يعني هو نازل من هنا ونازل من هنا زي الشكل اللي قدامك ده لو جدت بص هتلاقي كونفيكس من هنا نازل من هنا ونازل من هناك وهنا طالع وهنا طالع فمن قدامه وراه عامل كونكيف ان هنا نازل من هنا نازل يبقى النص طالع يبقى عامل كونكيف يبقى عامل كونكيف وكنفيكس فمنسميها كونكيف وكنفيكس كونكيف وكنفيكس طيب وانت رجليك بقى عاملة ازاي وانت جاي تركب على الحصان او على الحمار والله برضه رجليه يا دكتور عاملة كونكيف على الحصان ودي رجلي عاملة كده الموم انت عرف بس عرف بس كلمة اظن يعني ايه انت ممكن تكون تخيلتها شوية من صورة الرسمة دي وانا قلتلك بقى الايه بس اهم حاجة اهم حاجة في الامسي كيو كونكيفو كونفكس كونكيفو كونفكس مع كونكيفو كونفكس اللي هو الكاربوميتا كاربال جوينت اللي اسمه سادل سادل افتكرها بالسرجة بتاع الحصان سادل السرجة بتاع الحصان طب الكون دايلويد الكون دايلويد يقول لك رويند دواير دواير مع بع يقول لك زي الني جوينت ما سيده طب هتقول لي بعمله كونفكس كونكيف بتاع فلكشن إكستنشن أبداكشن هما الاتنين بعملو كده طب الكون دايلويد اني بقى بعمل فهمها اني بتعمل ادكشن ادكشن لا هو انت بتقدر تحرك القصبة بتاعتك لو مسكتها كده ومسكت الفاخدة بتاعتك هتعرف تودي دي مين وشمال يعني المسكت الفاخدة هتعرف تودي القصبة بتاعتك يمين وشمال لا مش هتعرف يعني لو سبدي الفاخدة بتاعتك كده فليكشن واكستنشن تمام لا ودها بقى يمين كده وشمال كده فليكشن هنا القدام ناحية الشاشة اكستنشن ناحية وراء تفرد رجبتك وتتنيه لا يعرف بقى توداي مين وش مال لا مش هتعلم طيب بس بيتلفها الرجبة بتلف تعمل روتيشن فالروتيشن ده ممكن بالنسبة لك ما يكونش ملحوظ قوي لكن انت علشان تقف علشان تقف الرجبة بتعمل لاترة فبتقفل نفسها علشان تقدر تقف كده باستقامتك الرجبة بتاعتك ما تفلتش تقوم عامل ايه فليكشن غزب عنك يعني انت لما بتعمل اكستنشن للرجبة للني جوينت وتفضل واقف كده بالساعة وبالساعتين لما بتروحش تقع علشان هي بتعمل شوية روتيشن فالروتيشن مع فليكشن اكستنشن ده محور وده محور فبقى اسمه كونديلويد باي اجزي يبقى الكنديلويد ده الني جوينت كمان بيقولي الميتا كاربوفرنجل الميتا كاربوفرنجل نفس الفكرة برضه الميتا كاربوفرنجل نفس الفكرة خد بالك السوابع الميتا كاربوفرنجل الميتا كاربوفرنجل الميتا كاربؤلفون مع السابع بعملو فليكشن اكستنشن بعملو ادكشن ادكشن سابعك انت تعرف تعمل Bilbo لأ ادكشن ادكشن وطارف تعمل بão فليكشن واكستنشن فدول كده المحورين الي هو كونديلويد إنما الني جوينت بعمل بيها فليكشن اكستنشن وبعمل بيها شوية روتيشن فده محور الثاني ليه الفكرة مش في الحركة الفكرة في شكل السيرفس اللي هيابله بعض فالإليبسويد قلنا كونكيف في كونفكس السادل كونكيف وكونفكس مع كونكيف وكونفكس فهي نفس السادل شيب اللي هو إيه السرج بتاع الحصاب الكونديلويد راويند سيرفس يبقى أنا على أي أساس السمت الأول على أساس الاكسس الاكسس اللي هو المحاور اللي أنا بتحرك عليه الني الأقسيال قلنا الهنج اللي هو القلبه حالة والبي فت اللي هو أطلنتو حالة هم اللي اثنين بتحركوا الأجزز واحد الهنج و ترانسفيروس والبي فت قلنا الهنج باب والهنج باب البي فت ده بتاع barrels جمجمة لونجدودون الأجزز طب بالنسبة للبي أجزز كلهم بتحركوا المحورين طبط على بقى الارتيكولار سيرفس كونكيف وكونفكس تبقى إليبسويد زي راديو كاربل هاتهم بالترتيب يعني دايما نحفظهم إليبسويد سادل كونديلويد فهتلاقيهم برضو معاك وانت جايب الترتيب فوق تحت ثم الميتا كاربل مع الفلانجيس فهما تحت بعض فتبقى إليبسويد سادل كونديلويد الإليبسويد سادل كونديلويد الإليبسويد يبقى الريدياس مع الكاربل اللي هو مفصل الرست يبقى الريديو كاربل طيب السادل السادل تبقى الكاربل مع الميتا كاربل يبقى كاربو ميتا كاربل طب الكون دايلويد تبقى الميتا كربل مع الفالانجيس والني جوينت مهم جدا انتعرف الني شن بتجي في الامسي كيو الالبو شن بتجي في الامسي كيو اتبقى عندنا مين بقى اتبقى عندنا المالتبول اجزس اللهم الاتنين بتوع الشولدر وهيب اللو كتفك والهيب اللو الفاخد تمام مفصل الفاخد دول بتحركوا في جميع الاتجاهات قالوا فريموف يلا الفاخد بتعلمتلك اعمل ميديا الروتيشن لطرا الروتيشن يبقى بيلف اعمل فليكشن اكستنشن ابداكشن ابداكشن بيلف بردو تمام اعمل سر كامدكشن حركة كاملة دائرية بيلف بردو بدي اسمها مالتي اكزي يبقى الهيب والالجون نوع الوردو او الاوجه بتاعت ال بولاند سوكت الاوجه بتاعت الارتكولار سرف بولاند سوكت سوكت وحطت كرة فيه والكرة تلف مطرح ما تلف بقى يبقى بولاند سوكت اللو فريموفمينت اللو الهيب والشول دي كده كانت محضرة الجون عارف ان هي خدت وقت طويل لكن انت بتعرف مصطلحات يعني كربل متكربل بتثبت في دماغك مصطلحات بقى اللي هو السيندسموزيس السينكوندروزيس السينفيزيس الجونفوزيس دي محضرات لازمة يعني دي كلمات لازمة نقولها مرة اتنين وثلاثة عشان تثبت في دماغك تمام؟ وها بإذن الله سهلة انت هتذاكرة هتلاقي فيها صعوبة هتجيت ذاكرة المرة الجهت لها سهلة جدا هتجيت حلقة مسيكيوت لها سهل فما فيش اي مشكلة